شرّت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم باعتبار أن هذه الأشهر الثلاثة شاه الرجب وشعبان وشاه الرمضان المبارك هي أشهر الدعاء والتضرع والالتجاء إلى الله تعالى وباعتبار أنكم في بلد الدعاء هناك أوقات الدعاء يكون فيها أقرب إلى الإجابة وهناك مواطن الدعاء يكون فيها أقرب إلى القبول ومنها مشهد المشرفة ولذلك نتحدث حديثا مجملا حول الدعاء الدعاء يمثل حاجة فطرية في كل واحد مننا نحن البشر الدعاء نوع من أنواع الطلب الفرد عندما يشعر بالحاجة ويشعر بالفقر ويشعر بالحرمان فإن من الطبيعي أن يلجأ إلى القوي وإلى القادر وحتى الطفل حين يولد في هذا العالم وهو لا يعلم شيئا كما يبدو من معادلات هذا العالم ولكنه يلجأ إلى البكاء عندما يشعر بالحاجة هذا البكاء عندما تحللونه في واقعه نوع من أنواع الدعاء هذا الطفل المحتاج يدعو بفطرته من هو أقدر منه على رفع هذه الحاجة وهذه الحالة الفطرية تظل فينا نحن البشر إلى آخر يوم من حياتنا لا فرق في هذا التوجه بين الصغير والكبير كما أشرنا إليه ولا فرق بين المؤمن والكافر حتى الكافر الذي يكابر وجدانه ويقول لا إلهة لا إلهة ولكنه في أوقات الإضطرار يلجأ إلى القادر أحد كبار الملاحدة في الاتحاد السوفيتي كما نقلوا كان ينكر الله سبحانه وتعالى والفكرة الشيوعية بنيت على إنكار المبدأ وإنكار المعات كان في طائرة وإذا بهذه الطائرة تتعرض للسقوط بلغته طبعا وإذا به بالاختيار يقول يا الله أنقذنا ويا الله نجنا إذا هذه الحالة التوجه إلى القادر الذي بيده الأمور هذه حالة فطرية طبيعية النقطة التي نحب الإشارة إليها أن التوجه يجب أن يكون مصحوبا بحالة الإنقطاع الإنقطاع نوعان إنقطاع اضطراري كما إذا كانت السفينة في عرض البحر والفرد شعر أنه في حالة غرق حيث لا سباحة تغنيح ولا سفينة تنجيح في هذه الحالة ينقطع إنقطاعا عجيبا إلى الله سبحانه وتعالى ما أعلم أي واحد منكم كان في حريق منا عندما احترقت الخيام في منا قبل أعوام طويلة يمكن قبل حوالي ثلاثين عام الأفراد كثير منهم أنا كنت حاضر في ذلك المشهد الرهيم وكنت أرى إنقطاع الأفراد إنقطاعا عجيبا إلى الله سبحانه لأنه هذه النيران تتقدم بسرعة والفرد لا يوجد بينه وبين الموت إلا دقائق معدودة الإنقطاع والتضرع والبكاء إلى الله تعالى هذا يقال له الإنقطاع الإضطراري المؤمنون الأولياء الأولياء لهم إنقطاع من نوع آخر يقال له الإنقطاع الإختياري إذا كان الأفراد يشعرون بالإضطرار في حالات معينة فقط في حالات الغرق في حالات الحرق الأولياء يشعرون بهذه الحالة في كل وقت هذا مثل واحد يهبط من جبل مرتفع مرتفع جبل خطير في كل خطوة هذا الذي يمشي يوجد احتمال السقوط والهلاك النهائي هذه الحالة يشعر بها المؤمنون لماذا في الآية الكريمة الله تعالى يقول حول الراسخين في العلم الراسخون في العلم يدعون ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هذا إذ هديتنا هذا الاحتمال احتمال جدي واحتمال قائم في لحظة واحدة يمكن واحد هذه اللحظة تقرر هلاكه الأبدي رأينا احنا في حياتنا القصيرة كثير أفراد كانوا متدينين كانوا أهل مساجد أهل عبادة وإذا بهم الظروف تبدلت حقيقة الدنيا امتحان عجيب شوية الظروف تتبدل وإذا بهذا الفرد راح وانتهى أكو في الأحاديث أنه عندما واحد يموت روحه تنتقل إذا واحد مؤمن طيب روحه تنتقل إلى عالم الآخر المؤمنون يجتمعون حوله الذين ذهبوا من قبل ويسألون عن أحوال الباقين في الدنيا كيف حالوا فلان هذا الميت الجديد ينقل لهم أحوال الباقين في الحياة فيدعون لهم لعله هذا بالدعاء موجود أن الأموات يدعون للأحياء أحيانا يقولون كيف فلان إذا الروح الجديدة الوافدة قالت إنه مات أولئك يقولون هلاك انتهى يعني شنو؟ إذا قال مات يعني هذا إذا كان من أهل النجاة لجائع عندنا وعرفناه هذا ما دام ميت وما جائع عندنا إذن هذا مودي إلى وادي براهوت مثلا المخاطر المخاطر المعنوية مخاطر جدية والقضايا الموجودة في هذا المجال بالمئات حتى النعم المادية إحنا نتعامل مع النعم المادية التي عندنا بعنوان أنها باقية لنا ولكن مو معلوم كان عندنا واحد هذا في يوم من الأيام كان نايم هو كل يوم يقوم لعداء صلاة الفجر أكو هناك منبه داخلي في الأفراد يقول قمت في الوقت المعتاد بدون منبه فرأيت أن الدنيا مظلمة فيبدو قام قبل الوقت فنام مرة ثانية وبعد فترة قام أيضا شاف الدنيا مظلمة عجب عدة مرات يقوم ويرى أن الدنيا مظلمة ويعود إلى النوم أولاده مضمون القضية تعجبوا أنه هذا أبونا شبيه ليش اليوم ما قايا مثلا كل يوم يقوم ساعة أربعة اليوم إلى ساعة عشرة نايم فإجوا قالوا لي ليش نايم قال الدنيا ظلمة قالوا لي لا الآن ساعة عشرة والدنيا نور فتبين أنه هذا قد أصيب بالعمى في حالة نومه وقام أعمى نام وهو مبصر واستيقظ وهو أعمى إن نعم المادية اللي نملكها مو معلوم أننا نملكها وقطعا لا نملكها وفي كل اللحظة يمكن أن تسلب والعياذ بالله مننا هذه النعم ليش أكو في الأحاديث أنه أطلبوا من الله العافية ليش أكو في الحديث أو في الدعاء وَاجْعَلْهُمَ الْوَارِثَيْنِ مِنِّي يعني البصر والسامع يعني أنه أنا أكون سليم ومعافى إلى نهاية حياتي اللي أنا أموت وعيني سليم وسمعي سليم واجعلهم الوارثين مني على كل حال النعم المادية والنعم المعنوية كلها في حالة خطار أولياء الله يشعرون بهذه الحالة شعور واقعي وحقيقي ولذلك توجد عندهم هذه الحالة حالة الإنقطاع الإنقطاع الإختياري إحنا عندما نذهب إلى الحرم هذه القضية لا بأس أن أنقلها مجمل القضية هذه القضية يمكن ما القبل مئة عام أو أكثر رجل كان يعيش في العراق وكان هناك تاجر من الهند هذا كلف هذا الرجل الذي يعيش في العراق بعمل معين واتفق معه إذا أنهى هذا العمل أن يعطيه مكافأة بعد فترة هذا الرجل الذي يعيش في العراق أنهى ذلك العمل وذهب إلى الهند حتى يرى ذلك التاجر الهندي الهند في يوم من الأيام كانت مركز التجارة العالمية فالآن تشوفون وضع الفاقر هناك أفراد يولدون في الشارع ويموتون في الشارع وتلك الأيام نداولها بين الناس لنظن أن هذه النعم اللي عندنا النعم دائما إلا بالطلب من الله واحد إذا طلب قبل أن تحل به الكارثة قبل ما تحل به يطلب من الله يطلب ويطلب ويلح الله تعالى يبعد عنه ما خذر منه بإذنه تعالى يقول ذهبت إلى الهند ورحت إلى المكان اللي الرجل عنده محلاته تجارية دكاكينه ما هو ماكو أثر من تلك المحلات قلت أين هذا التاجر قالوا هذا التاجر انتهى وافتقى وذهبت جميع أملاكه وهو الآن قاعد في الخربة الكذائية خربة يقول أنا رحت إلى هناك شفت التاجر قاعد في تلك الخربة وحدة ماكو واحدوية وهو أعمى يقول إجيت سلمت عليه فعرفني قال أنت فلان قلت نعم قال ماذا فعلت بذاك العمل اللي كلفته قلت له أنهيته ولكن ما هو وضعك شنو قال أنا في يوم من الأيام كنت في دكاني في محلية تجاري فخطرت في ذهني هذه الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون خطرت في بالي هذه الآية ففكرت ممكن أنا الآن تاجر كبير الله يمكن بكلمة كن يغير وضعي هذا الشك إجي في ذهني الله أحيانا يؤدب عباده المؤمنين تأديب حتى هذا الخطور ما ينبغي أن يخطر في باله الله بيده كل شيء الله كلمة كن ما يحتاج نقرأ في الدعاء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة الله كن ما يحتاج يقول بمجرد ما فكرت هذا التفكير وإذا بواحد يأتي إلي مسرعا ويقول بيتك دا يحترك حريق في البيت فيقول ركضت ورأيت النار مشبوبة في بيتي وقد قضت على بيتي ألمها أولادي أطفالي عائلتي يقول أنا طفرت داخل النار حتى أروح أنقذ جماعة منه فلم أتمكن من ذلك إطلاقا وعندما أردت أن أخرج استدمت استدم وجهي بمكان حالة هلع وخوف وما أشبه وإذا بشي يدخل في عيني استدام بالجدار فعميت عينان القصر راح الأولاد راحه العائلة كلها راحة والعينان ذهبتا واحد بلا عين خميت ما كان يدير يقول الناس عندما سمعوا بذلك هاي القضية أكو تجارب مكررة عليها إذا واحد ضعف يتتبين حقيقة الناس اللي ما عندهم إيمان الناس هجموا على محلاتي ونهبوها جميعا وأنا الآن هنا كل شي ما عندي ولكن هذا الخاتم موجود في يدي أو كان مخبئ في مكان المكافأة ذاك العمل اللي قلت لك أخذ هذا الخاتم إحنا لن نظن أن هذه المواهب التي عندنا فيها صفة الثبات إلا بطريقة واحدة وهي الالتجاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى واحد يجب أن يسأل الله العافية ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في أن يديم له النعم المادية والمعنوية وأن يهبه المزيد النقطة الأخيرة أشير إليها وأخته طبيعة الدعاء تكشف عن طبيعة الداعي واحد يجب أن يطلب من الله تعالى كل شيء ولكن لا يكتفي بالأشياء الصغيرة يجب أن يطلب من الله تعالى الأشياء الصغيرة والكبيرة معا هذه القضية مدونة في التاريخ ومن قول على نحوين متقاربين أنا أنقل أحد النحوين كان هناك حاكم في هذه المناطق مشهد وأطرافها في يوم من الأيام خرج فرأى شخصا قال لمن معه جئوا بهذا الشخص إلى قصري راح إلى القصر جاءوا بذلك الشخص قالوا الملك الأمير يطلبك فعندما جاءوا به قال أنا عندي قضية مع هذا الشخص أنا في أيام شبابي ذهبت إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه هذا كان عندي كان يدعو من الله شنو طلب من الله ببركة الإمام الرضا يستشفع بالإمام الرضا إلى الله تعالى ليش هاي الحاجة اللي اتلح على ذهنه الآن إذا واحد يجعدنا يقول للنا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه يقول شنو حاجتكم فورا نقول شنو الشي اللي يلح على ذهنه ذاك نقوله وعادة الأشياء اللي تلح على ذهنه أشياء متواضعة أنا بيت ما عندي أريد بيت هذا هو فكان يطلب من الله تعالى مركوبا مركوب الملك قال الأمير أعطوه كل أنواع المركوب شنو أنواع المركوب أعطوها جميعها لا أحب أن تكون إجابته دعائه على يدي فأعطوه جميع أنواع المركوب قال ولكن بيني وبينه شيء وهذا الشيء هذا عندما كان يطلب من الله بشفاعة الإمام الرضا صلوات الله عليه مركوب أنا كنت أطلب من الله تعالى ملك خراسان خراسان القديمة كبيرة كانت هذا شافد واحد يمد يطلب من الله ملك خراسان نظر إليه شافد واحد عليه ثياب رثة بالية فقال لي مثلك يطلب ملك خراسان وضربني برجله يطلب مركوبا يُعطى ذلك واحد يأتي إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه ويطلب ملك خراسان يُعطى ذلك واحد يأتي إلى الإمام الرضا ويطلب الدنيا والآخرة أيضا يُعطى ذلك إن شاء الله حاولوا أن تطلبوا من الإمام الرضا في هذا الشهر العظيم الدنيا والآخرة والحاجات الشخصية والاجتماعية والإمام الرضا صلوات الله عليه كريم جدا كرمه شعبة من كرم الله سبحانه وتعالى ندعو الله تعالى أن تأخذوا من هذا الإمام الرؤوف ما تؤملون وفوق ما تؤملون وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شَعَّتْ شُمُوسُ الْهَدِي بِالْكَلِمَاتِ فَأَنَارَتِ الْأَفْهَامَ بِالْآيَاتِ أَسْنِجْ بِنُورِ الْعِلْمِ عَقْلًا نَيْرًا وَافْتَحْ مِنَ الْأَلْبَابِ كُلَّ جِهَاتِ فَالْكَنْزُ عِلْمُكَ حِينَ تُنْفِقُهُ زَكَاءُ وَالْمَالُ لَا يَسْكُو بِلَا نَفَقَاتِ بَيْنَ الظَّلَامِ وَبَيْنَ نُورٍ مُشْرِقٍ هَدْيٌ يُنِيرٌ دَرْبَ بِالْوَمَضَاتِ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر